الصلاة عمود الدين وقد جعل الله لها شروطا لا تصح إلا بها ومن أهم هذه الشروط الطهارة من الحدث وفي هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت أي في المسجد والاعتكاف هو لزوم المسجد للطاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم أي كان صلى الله عليه وسلم معتكفا أيضا ومعه في المعتكف امرأة من أزواجه فكانت ترى للصفرة والحمرة أي كانت ترى أثر الحيض ونزولة للدم وهي مستحوضة قيل إن هذه المرأة سودة بنت زمع وقيل هي زينب بنت جحش فكانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ترى الصفرة أي مرة عند قلة الدم والحمرة مرة أخرى عند كثرة الدم وهذا دليل الاستحاضة وهو دم فاسد قالت فربما وضعنا الطاست تحتها وهي تصلي وذلك للأمن حتى لتلوث المسجد وفي الحديث أن المستحاضة حكمها حكم الطاهر وفيه الاعتكاف لمن به سلس البول أو المذي أو به جرح يسيل قياسا على المستحاضة وفيه اعتكاف المرأة مع زوجها إذا كان لها موضع تستتر فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر